زوجي كان يسعدني في شيء وقال لو جعله ميا مش أكمل معي كيف حاجة سألت عن يتي قلناه لم يقصد بها شيء قلت لي خذي بظاهر كلامه ولا تضاجريه لكني خايفة دايما وأشعر أنه لابد أن يسأل وأنا أكد الشيخ من يتي من الله عليك طمني يا بنتي أنا قلت لك هذه هي يعني أوغلي في الدين برفق لا تكون كمن يبحث عن خراب بيته بيديه لا تطلق الرصاص على نفسه كنت مريض بالمشواص القهر يا بنتي تمسي دواء لعلتك عند بعض عند بعض الأطباء يكون أزمتك أزمة طبية وليست أزمة فقهية قلت لك إقبالي ظاهرة ما وراء ذلك وساوس حسابه على الله سبحانه وتعالى أرجو أن تكون هذه الكلمة نهاية العهد بالحديث عن هذه المسألة وإغلاق لملفها إلى الأبد بارك الله فيه ترجمة نانسي قنقر